موسيقى السلام عليكم كيف حالكم مشاهدة تكونوا طيبين فهذا الفيديو حنوريكم كيف ترسمو class 5 cavity outlines in anterior and posterior teeth زي ما قلنا الفيديو قبل كدا class 5 cavities تجي in the gingival third of anterior and posterior teeth سواء بكل or facial and lingual or palatal surfaces طيب فيعلي إنو it has to be confined within the gingival third and below the height of contour طيب هذي أول شيء إنها تجي confined within the gingival third تاني شيء لما تجوا ترسموها تترسم one millimeter away from the gingival margin هذا إحنا بنرسمها كده في اللاب ولكن في الكلينكس طبعا ممكن تكون عند CEJ طيب فلما نجي نرسمها في اللاب لازم تكون one millimeter away from the gingival margin and one millimeter away from the proximal areas طيب طيب خلينا نشوف دحينة أمثلة على anterior and posterior teeth حنشوف مثال على upper central incisor طيب فإيش حنسوي أول شيء؟ حنقسم السنة ثلاثة أجسام طيب فحنرسم خطين عشان نقسمها ثلاثة أجسام بالعرض طيب نضح one millimeter away from the margins approximately وبرضو one millimeter away from the gingival margin طيب نرسمها زي كده طيب فكلاس فايف حتكون في السيرفكال 3rd أو في الجنجفال 3rd and below the height of contour طيب ما تجي أبدا في نص السنة عشان طيب يعني يصير له accumulation around the gingival margin فهناك يكون plus 5 okay but this is how you draw it in upper central incisor طيب خلينا نشوف مثال على lower anterior tooth okay نفس الشيء حنسيب one millimeter around the proximal margins and one millimeter from the gingival margin طيب وحنرسمها في السيرفكال 3rd okay أو في الجنجفال 3rd okay وفي الانتيرير غارب أن يكون شكلها كhalf circle عشان احنا يعني بنمشي مع الكنتور حق السنة okay but this is how it looks like in a lower anterior tooth طيب خلينا نشوف مثال على posterior teeth posterior teeth نفس القاعدة برضو وحن نتوازل كثير من المتعارة بالترجم نقوم برضو 1 mm ونبدأ نرسم ونرسل ونرسل حقنا احنا نتوازل كثير من المتعارة بالترجم طيب بعد كده نشوف برضو 1 mm و نصنع في الأماكن سيكون شكلها هنا في البوسطار زي المتوازن أضلع أو زي الترابيزويد أولاً لأن الملكة الدميسون الكبيرة من الملكات الصباحة يكون شكلها مثل المسكتور في البوسطار، يكون شكلها مثل المتوازن أضلع تربيزويد شايفين كيف شكلها؟ نتأكد انه احنا 1 mm away from the margin and following the contour of the tooth okay and this is the final shape احنا في هذا الفيديو شفنا كيف نرسم class 5 cavity outline in anterior and posterior teeth thank you very much and see you in the next video موسيقى